اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي تريد التعديل عليها مثلا سوف اريكم الطريقة انا لدي هذا الشكل هكذا كما تلاحظ واريد ام اضع صورة من هذه المشاهير على هذا الوجه مثلا نأتي بصورة هكذا بارك بامان نجبد يعني نسحب من هنا نضع هنا ونقوم بالتعديل عليها سوف تلاحظ ذلك انظر معي هكذا 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 ها هي لكم الصورة ولترى العمل الذي تقوم به تضغط هنا على preview ها هي لكم الصورة الان كيف اصبحت تضغط هنا لتعود الى عمل اذا اردت هذا الامر واذا اردت ان تأتي بصورة مثلا هذه الصورة هكذا كما تلاحظ اريد ان اضع يعني نفسي على هذا الشخص يعني كيفية ان انزع له وجهه واضع وجهه اي صورة مكانه تأتي الى هنا تضغط على الفرشات هذه كما تلاحظ هكذا وتأتي الى الصورة انظر معي الان بعد ان تأتي الى الصورة تبدأ بتلوين يعني الرأس الذي تريد ان تضع عليه الصورة التي تريدها مثلا تريد ان تضع هكذا هكذا جيد هكذا بعد انتهيت من ترمين الوجه كما تلاحظ نضغط save لتصبح الصورة هكذا كما تلاحظ نضغط عليها click مرتين هنا هكذا بعد الضغط click مرتين تأتي بصورة باراك اوباما هنا انتظر معي وتقوم بتعديل على هذا الوجه انظر معي الان اصبح التلوين الذي لونته يعمل على الصورة يعني لا تخرج الصورة اكثر من التلوين الذي وضعته كما تلاحظ انظر معي انت قم بالتلوين بتقاني لا اردت ان اطيل عليكم في الشرح فقط تستطيع حتى ان تدور الوجه قليلا مثلا هكذا واسترجاع قليلا هكذا وانت تقوم بالعملية بتقاني لتلاحظ الامر واذا اردت ان تأتي بصورتك انت لتضع عليها وجه مثلا انا اجرب على هذه الصورة كما تلاحظ اريد ان اضع على وجه هنا اتي تضغط هنا على هذا الشكل تأتي بالصورة هكذا كليك مرتين سوف تلاحظ الامر يأتي كذا لتختار اين تضع الوجه مثلا هكذا نأتي به الى هنا هكذا مثلا هكذا بعدما تنتهي تضغط اوكي يصبح وجهك موجود هنا مع الوجوه هذه التي تلاحظ هنا تسحب الصورة وتضاعات مثل العمل الذي كنت تقوم به من قبل بعد ذلك تأتي الآن للتعديل على الصورة كما في الاول سوف تلاحظ الامر انظر معي الآن عليها واذا واجهت اي شيء تضغط اس باش وتعود بالتعديل بدقة مثلا تلاحظ ان الصورة ليست في الوسط او هكذا تضغط preview لتلاحظ شكل الصورة هاي لكم مثلا الصورة اذا اردت حفظ الصورة تضغط save مباشرة من هنا تختار المكان مثلا سطح المكتب save تأتي الصورة هنا هاي لكم الصورة الذي قمنا عليها بالتعديل توجد كثير من الشخصيات المشورة باتمان سيبرمان حتى زواج اشياء كثيرة جيكي فارا الاهرامات كل شيء اسامة فلدن يعني موناليزا تستطيع ان تختار اي واحدة فيهم وتضع عليها وجهك لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من هذا احبابي في الله ما عليكم زيارة موقعنا مدونة نورو للمعلومات ليصلكم كل جديد ان شاء الله او الاشتراك بقناتنا اذا اردتم قناة نورو للمعلومات رابط التحميل سوف اضعو لكم اسفل الفيديو ان شاء الله استودعكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة